بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهداه الناس بتجالس حياة كتيرة وبتجالس ناس كتيرة والمجالسة دي لها أهداف وليها غايات الحكيم هو اللي بيقنق الناس اللي جالس معهم واللي بيجالسهم دولة مهمين جداً في حياة الناس لأن الإنسان على قد ما بيجالس على قد ما بيحصل له حياة وقيمة إضافية وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فلينظر أحدكم من يجالس يعني إيه ينظر يفكر يجالس مين إحنا عندنا في حد ممكن نجالسه يرفعنا للسماء وحد ممكن نجالسه يوحدنا في الأرض وعشان كده في ناس كتير بقى تحسة وبتقول إن الدنيا والناس قال للخير فيه وفي ناس بتشوف إن في حالة من حالات اللي استوحاش بيستوحش نفسه وبيستوحش الناس اللي حواليه وتحس إن هي تغيرت قوي عن زمان الناس تغيرت عن زمان ويبقى نفسها بفرصة أو حد يساعدها إن قلوبها ترجع طيبة وسليمة زي ما كانت وفي ناس تبقى شايلة هموم الدنيا على اكتفها وبتتمنى لو تقابل بس حد تقدر ترمي أحمله وهمومه عليه فلما حد فيهم بيصاد في إنسان من أهل الصفة ومن أهل النقاء ويجالسهم بيحس بالنور بيسري في حياته وبيسري لقلبه ويحس إن حياته تغيرت مجالسة أهل الصفة والجالسة اللي احنا بنتكلم عليه هم أهل الصفة بس لازم نعرف مين هم أهل الصفة أهل الصفة كده عندهم سلاسية جميلة أو أوي أهل الصفة دولة أهل الطيابة اللي هم الطيبين وأهل اللين والرفق وأهل الكرم الطيبين أهل الرفق واللين وأهل الكرم هم دولة أهل الصفة ما تلاقيش واحد من أهل الصفة وبخيل أو واحد من أهل الصفة وتلاقيه عنيف أو واحد من أهل الصفة ما تلاقوش طيب والناس ساعت بتخلط ما بين الطيب واللين واللي عنده رفق الطيب ده عنده قيم وبيتعامل مع الناس بصدر منفتح لكن اللي عنده لين ده ورفق تلاقيه دايما بيتعامل مع الناس بالرحمة والشخص الكريم ده بيتلاقيه دايما عنده إيثار بيسعى في خير الناس وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن النار حرمت على من على كل هين اللين سهل أهل الدلالة على الله إيه اللي حاصل بجمال أحوالهم قالوا إنه إن أهل البسمة والبساطة وأهل التماس الأعذار للناس وأهل الاعتذار للناس دايما عن شفهم من أورين حياتنا تشوف فيهم اللي قالوا سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن وإنهم دول أهل الصفا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام حتى هم بيتكلموا شوف الصفاة بتاعهم إيه اللي حاصل لما يقولوا يقولوا سلام خلي بالك قالوا سلام هنا في بعض الناس أصحاب التدايون الكمي عندهم طريقة سمجة والله سمجة لما حد يجي يجي يضيقهم أو يضغط عليهم أو يؤذيهم يقولوا سلام فيقولوا أنت بتقول لي سلام لي قال لأن الله قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام فأنا بقول لك سلام لأن أنت جاهل أنت بتشتمه الآية معناها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا حسنا فكان سلاما يسلم قلبه يسلم قلبه ويسلم قلب الناس عندما يرون الجمال هو ده معنا قالوا سلامة تلاقي أهل الصفة دول يشوفوا دايما الحياة بنون ربنا أهل شكر ورضا تقعد معهم يا مولانا تحسن الدنيا التسعت كده وتفرح بنعمة ربنا ما تلاقومش أبدا بيقرنوا نفسهم باللي عنده واللي ما عندوش ما تلاقومش بيستظهروا النعم بيستعظموا نعمة ربنا مع ما كانت قليلة أهل الصفة دولت مش لازم يكون واحد عنده نعم كتيرة ممكن واحد عنده نعمة حتى قاعد بيبيع حاجة على العربية أو حتى قاعد في سوق مسكين لكن هو من أهل الصفة تلاقي حمد ربنا وشكر ربنا ما بيفرقش لسان كل يوم عندهم كانوا حياة جديدة كانوا موليد جداد فيه ناس كتير بتقول لهم إيه دا فلان دا مش وقعي أهي صحيحة وفلان ما وقعش في الوحلة اللي انت وقعت فيها بس فلان دا وتقعد في حضرة رمولاه سبحانه وتعالى أهل الصفة ومأهل التزان في تعاملهم مع الناس لا بيشيطنوا حد ولا بيعتبروا الناس ملايكة على فكرة فلما يعتبرون ملايكة يبقونهم ما بيغلطوش ما بيعملش كده هتلاقيهم رجل متزن عينهم بتشوف دايما الجمال في كل حاجة حواليهم وإن اللي حاصل ودايما ما بيطلقوش الأحكام على الناس ويصبروا عليهم ويحبوا دايما الناس يقبلوهم بقلب سريء يقبلوا الناس بقلب سليم ويحبوا الناس كمان تقبلوهم بقلب سليم طب وإذا حد قبلهم بقلب من سليم تلاقي حاجة مهمة أوى عندهم ما يكرهوش اللي يكرهه لكن يحبوا اللي يحبه ما يحبوش أهدات الغيبة والنميمة دي خالص ما نومش فيها لأن قلوبهم دايما في حضرت زي ما حضرت النبي قال لا تحدثوني عن أصحابي فإني أحب وأنا ألقاهم سليم الصدر مجالسة أهل الصفة أكبر الأبواب اللي بتعلم الإنسان الحياة الطيبة فاكرين قوله تعالى من عمل صالحا من ذكرين أو أنسى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة مجالسة أهل الصفة بقى دولة اللي قال عنهم حضرت النبي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا يا رب سلم يا رب ما تكتب علينا غير مجالسة أهل الصفة أصلي مجالسة أهل الصفة دي مجالسة رائعة في واحد يقول لي وفي حد من أهل الصفة اللي أنت بتكلم عليه من دول نلاقيهم فين دول أهل الصفة يا سيدي موجودين حواليك في كل وقت ممكن يكون في حد من أهل مكالم الأخلاق حد كل ما تشوفه تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتذكر كمال وحنن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون شيخ أو عالم بيدلك على الله ممكن يكون أنا عارف أن أنا لما قلت كده هتلاقي حد يترسم في ذهنه حد من المشاخ كده حد من العلمة كده كل ما تشوفه كده قلبه يرئ وممكن على فكرة يكون حد بسيط كل ما يشوفك يدعي لك بقلب صادق على فكرة ممكن يكون أهل الصفة دي زوجتك اللي أنت بتصفها بأن هي سازجة أو ابنك اللي أنت بتقول عليه مالوش خبرة في الحياة بس هو صافي وبيصدق الناس ممكن يكون أبوك أو والدتك ممكن يكون حد من أهلنا الكبار في السن والكبار في الحكم ممكن يكون من أهل الخير والخدمة اللي بيحبوا العطاء وخدمة الناس ممكن يكون من أصحاب الهمم أو أصحاب القدرات اللي هم صفين أقول لك حاجة ممكن يكون طفل لما تشوفه وهو بيجري عليك كده وبيلغيك تحس أن أنت في حالة صفة أهل الصفة فينا وحوالينا في كل مكان اللي وإحنا عايزين نشوفه بس الناس بتحس أنه ما تستهلش أن هي تجالس أهل الصفة بعض الناس ودي كدمة من أكاذيب النفس الأمر بالسوق تقولك على فكرة أنت مش مش مستحق أن أنت تجالس أهل الصفة لازم تبقى على أوحالك أنت بس ومتروحش تلويس المجالس دي أهل الصفة دول مدد من ربنا عشان الناس اللي عندهم ده يتغسلوا في معيتهم ومحبتهم ولذلك الله سبحانه وتعالهم باب من أبواب الود يتودد بيه إلينا إلا ولو أنت قادر تفضل كده بعيد عنهم لا ده من وهمك أنت ومن أوحالك إيه واحد صدق النفس أقبل واجلس معاهم ولما تجلس واجلسهم هتتعلم هتتعلم من أفعالهم قبل ما تعلموا من أقوالهم قرب منهم وسمعهم وما بيتكلموا عن ربنا قعدتهم وما بيتكلموا عن ربنا قعدة ترد الروح لكن فيه ناس بقى بتعتقد أن أهل الصفة وأن الأعدة معهم دول أهد ده وقت مهدر ده ده وقت ملوش لازمة بس الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة قوي لولا شيخوا الركع وأطفالوا الرضع وبهام رضع نصب الله عليكم العذابة صب وزيك أهل العلم يعلمونا قاعدة مهمة قوي لا تجلس إلا من يدلك على الله حاله بيدلك على الله بحاله يبقى لعدة موم ما بتأكلش ما بتأكلش عيش ده ده بتأكل الشهد بتخليك تدخل على حضرة مولانا وفي الحقيقة أنت عشان تأكل الشهد وقلبك كمان يدوء حلاوة حلاوة مجالسة مولانا سبحانه وتعالى لازم تجلس الناس اللي عارفين نعمة ربنا واللي بيحسوا بنعمة ربنا عشان يساعدوك على أن تزول الغشاوة عن قلبك لأن هما دايما شايفين الوسع ويعرف أن انت بتجالس حد من أهل الصفة لما تلاقيه دايما بيكلمك عن سعة رحمة رب العالمين ويخليك تشوف وسع ربنا فقلبك يسكن ويرضى وفي ناس لما تقعد معهم بقى الانسان الصافي بيعمل ايه بيتبهدل فوسة الناس الناس تجي تقولك كده الانسان الصافي يتبهدل فوسة الناس لا الانسان الصافي أساد في حمى مولانا سبحانه وتعالى إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب فإذا كان هو طيب فهو فحضت مولانا الانسان الصافي دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيل لنا هو في المجلسه إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاق طب مين بقى يا رسول الله قال الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون طب هو حضرة النبي قعد فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن على ما عليه كان في نفس مقامه عند الله في عليين وفي أكرم مكان يكون فيه إنسان فلما تكون قريب من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بإن أنت تكون ألوف مألوف وتكون كمان تألف الناس وتؤلفهم تؤلف قلبهم عليك بس إحنا من كتر وتكرار بعض الأمواد الإعلامية اللي بتصور الإنسان إن البلطاجة هي الطريقة الوحيدة لأخذ الحق أهدنا قيمة الحق وقيمة أهل الصفة وقيمة أهل الاتزان والحكمة وبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت لازم تكون عنيف ومع أن حضرت النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي على الرقف ما لا يعطي على العنف يبقى مجالسة أهل الصفة بتعمل إيه بتعدي بتعدي الإنسان بالصفاء والرضى وحب الحياة والاتزان وكمان الحنان على الناس سيدنا من عطاء الله السكندري بيقول اعلم أن المجانسة تكون بالمجالسة يبقى إيه لا يحصل لك يحصل لك مجانسة لو قعدت مع أمين مع أهل الصفة مجالسة أهل الصفة تحيي قلبك من جديد من خلال خمس حاجات لازم نعرف فمجالسة أهل الصفة بتصف القلب من الكدر فالواحد لما يقلس مع أهل الصفة يلاقي قلبه كده إيه زال منه حاجات كتيرة وأحماله وأوجعه وحاجات نزلت من على كدفه وسواد بيدوبه جمال تاني حاجة مجالسة أهل الصفة تجدد القلب بالنور تخلي القلب كده يجي له نور وكأن القلب عمل مش عمرة وكأن القلب بقى قلب جديد إلا ما نقت الله بقلب سليم فتخلي القلب بعدما كان حاسس بالخف والخزنان وقلت الثقة بالله تأوي الثقة بالله والأنس بالله والرضى عن الله وحسن الظن بالله تالت حاجة بقى حاجة عجيبة قوي مجالسة أهل الصفة بتبصر الإنسان بذاته وتخليه يعيش بإيه بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة فتخليه النصيحة تدخل إلى قلبه وتأثر فيه فيتغير حاله رقم أربعة بقى تجد حاجة غريبة جدا جدا إن مجالسة أهل الصفة تعلم الإنسان إزاي يحيى في الحياة بالقيم وبالنور فيحيي حياته بالنور والبركة ويجد قلبه بيتجدد بالأمل خمس حاجة وإزالك أنا دايما بقول للناس إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاما كبيرة لما تجالس أهل الصفة تفهم ده رقم خمسة إن مجلسة أهل الصفة بتهيئ الإنسان لحسن الخلق ومكانهم الأخلاق طب نعمل إيه بقى إيه اللي حاصل نعمل إيه عشان نقدر نوصل ونستفيد من مجالس أهل الصفة أفضل طريقة لصفاء القلوب هي إنك إنت تتخلص من فكرة الرفض اللي يبتدائي إن إنت لما تقابل الناس ما ترفضهمش فرفضك للناس بمجرد انطباعك الأول خصم من حياتك وبيخليك مش من أهل الصفة عايز تبقى من أهل الصفة بلاش أول ما حد يجي لك تتعامل معه بلا انطباع الأول يا ما لانطباع الأول كذب على كان كذاب والناس يقولك اللي انطباع الأول يدوم ليه يدوم فيه انطباعات كتيرة تتغير تاني حاجة أول حاجة توقف عن الجلوس أو انك انت تجلس في مجالس الغيبة والنميمة واحد يقول لي الحمد لله ما بجلس في مجالس الغيبة والنميمة قوله طب وإيه أكتر الصفحات اللي بتتبع صفحات الفضائح مجلس غيبة والنميمة يا حبيبي لازم تتوقف على ان انت مالكش دعوة بالغيبة والنميمة وخاصة اللي بتكون على السوشيال ميديا مجالس الغيبة والنميمة دي بتغير قلبك وبتخليك للأسف 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 مش من أهل الصف لأن أهل الصف بيمشوا مكتوب على قلوبهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه هو ما لا يعني تالت حاجة حاول يبقى عندك في حياتك عبادة إخراج أجمل ما في الناس وأحلى ما في الناس ساعد حد دايما أن انت تقدم له فرصة أنه هو يفك بطريقة أحسن أنه يعبر بطريقة أحسن أنه يعمل حاجة أحسن ويبتعد عن الشيء السيء ودي تبقى خدمة من مخلص ومحب رابع حاجة رابع حاجة ابعت رسالة محبة وشكر لحد أزدق إليك نصيحة عمل معك أي حاجة وسلام لو كانت رسالة الشكر والامتنان دي لأولادك ولزوجتك آخر حاجة ادعى الله سبحانه وتعال دايما وقول لمولاك اللهم إنا نعلم أنك تنظر إلينا وأنت الجميل فاللهم يأسر لنا من يخرج أجمل ما فينا لندخل عليك بالجمال يا جميل يا رب جعلنا دايما من أهلي من يدخلون عليك بجمالك يا جميل يا سادة مش هينفع أن احنا نكمل حلقتنا غير ويه من الجسر اللي بيكون بيننا عشان أنتو بتساعدونا نخرج أجمل ما فينا من خلال تواصلكم معانا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسروا اللي منتلقى عليها أسئلتكم ويظل مجلس النور ممتد ونفضل مع بعض النور هو اللي بيجمعنا وكمان تحفونا الملائكة لأن الله سبحانه وتعالى نظر إلينا ونبتدي بأول سؤال النهاردة من أسئلتكم المباركة والسؤال بيقول زي مظاهر لحداتكم على الشاشة بيقول سلام عليكم يا عم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جوز طلقني ثلاث مرات وبينكن أنه طلقني مرتين أنا كده محرم عليه ولأنا لسه على زمته ملحوظة هو مضمن مخدرات لا حول ولا قوة إلا بالله مش معنى أنه مضمن مخدرات ومؤدمن المخدرات حرام والعيش مع المتخدرات حرام لكن في نفس الوقت إيه اللي حاصل إحنا مش نقدر نحكم عليه ولا نقدر نقول أنه أنت الاتنين طلق أنت طلق منه غير لما نسمع منه أنا عارف أن أنت ممكن تقوليلي أنا بقولك أنه مضمن مخدرات عشان إيه عشان ما يجيش ويقولك أنا ما ما كنتش دريان ولا كنتش كذا ما تخفيش عن حقق معاه عن حقق معاه نكون مركزين جدا جدا هو بيفكر في إيه وهو بيحاول يعمل إيه وبيحاول يقول لنا إيه الرسائل هو بيقول لنا لكن إحنا لازم نعمل إيه نسمع منه وبعيد وبكرر دايما لو سمعتم السادة اللي بيفتو الناس في مسألة الطلاق أرجوكم لا تفتتوا في الطلاق إلا مع السماع الدقيق للزوج المطلق لأن الطلاق دوت من مين من عمل الزوج الطلاق ده لفظه من الفاظل الذي استعمل الزوج فما ينفعش أن يجي واحد يقول أنا طلقت واحدة تيجي تقول أنا طلقت نجوزي وتروح تفتيها على ما قالت لازم تعمل تتحقق هل لأنها كذبة حشاها ولكن ليه لأن الطلاق ده رفز الرجل فلازم أتحقق من الرجل إيه كان تفاصيل الطلاق لأن في بعض الأحيان بيبقى فيه زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا لا طلاقة إلا في إغلاق لا طلاقة في إغلاق طب والإغلاق ده ممكن إيه ممكن يكون عدم إدراك ممكن يكون عدم إملاك لكن كله إحنا محتاجين إيه محتاجين إن إحنا نعرف إن الزوج كان يقصد إيه بهذا اللفظ نعم السؤال اللي بعد كده بيقول والدي بيقول لي إني لازم أروح معاه مشوار وقال لي لو ما جتش معايا تبقى تبقى إلى بنتي ولا أعرفك مع العلم أنا متجوزة وعندي بنت ولما قلت له أقول لجوزي أشوره قال لي أنا أبوكي ولو ما تعطنيش أبقى أبقى خلي جوزك ينفعك وأنا أعدى معاه في البيت لحد ما جوزي يرجع من السفر لأنه مسافر برة فأنا أعمل إيه ما قلتش لجوزي ولا ولا ماسمعش كلام أبويا ولا أعمل إيه لأنه والله وصلت وصلت بي قال لي تبقي لا بنتي ولا أعرفك وطردني قال لي تروحي شاقتك لو ماسمعتيش كلامي إيه الصح أعمل إيه دي مسألة شوية دقيقة لازم نبينها أنت دلوقتي قعدى في بيت والدك لأسباب كتيرة وقعدى في بيت والدك أنا مش عارف هو بينفق عليكي ولا لا لو أنت أعدى في بيت والدك وهو بينفق عليكي يبقى كأن زوجك قال اللي بينظم دخولك وخروجك هو والدك لأن أنت أعدى معاه في بيته فرأيي أن أنت لازم تراعي الاتنين لكن رأيي أن زوجك لازم يعرف أن أنت مدين أنت في بيت والدك بلاش يدخل المدخل ده طب هو إيه اللي حصل اللي حصل في الحكاية دي إيه إن فيه اتنين بيعتبره الإذن هو نوع من أنواع إيه نوع من أنواع أنه هو البطل بتاعك فأنت بطلك اللي أنت بتسمعي كلامه واللي بتستأذنيه في دخولك وخروجك فإذا كنت بتسمعي وبتستأذني من زوجك يبقى زوجك هو بطلك فوالدك بيقولك لا أنت قاعدة في بيتي وأنا لازم أكون البيت ده تحت سيطارتي فعشان كده إيه اللي حصل الزوج بيحاول يعمل كده أنا نصحت للزوج إنه لا يقف عند هذا الأمر ولا يعتبر إنه واجب عليه إنه يأمرك وينهاكي في الدخول وخروج أنا مش شايف إن ده لابد إن الزوج يعمله الزوج لو قاعدة في بيت في بيت أبوها ويكون كمان هو بينفق عليها لا تسمع كلام أبوها مدامة هي في بيته وهو اللي بينفق عليها لكن لو الزوج هو اللي بينفق عليها وهي قاعدة ضيفة في بيت أبوها مش قاعدة مقيمة بينفق عليها يبقى تسمع كلام جزء طب نعمل إيه عشان نحل ده نصحتي للزوج إنه هو يخلي المسألة أيصر من كده وإنه هو يعرف إنه لو عمل كده هيخلي المسألة أيصر على أهل بيته ويريحه يا رب جعلنا دايما من أهل الراحة ومن أهل البركة وجعلنا دايما من أهل الفضل فاصل ونرجع لحضراتكم تاني عشان نجاوب على أسئلتكم من باركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعنا أسئلتكم من باركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا وبنخصص لها الوقت ده عشان نجاوب عليها ووصل لنا سؤال بيقول ممكن سؤال ابني متجوز من عشر سنوات من فتاة يحبها وأنجب منها طفلين وزوجته امرأة مثل أي امرأة لها مميزات ولها عيوب والآن تعرف على سيدة مطلقة تكبره في السن ولها ولدان ويريد أن يتزوجها وأنا رفض هذه الزيجة الثانية لأنها تخرب بيته أعمل إيه مع ابني عشان يرجع عن تفكيره هذا مع أن زوجته أجمل وأصغر ورأة من التانية مش عارفة عملت له إيه وهو مبهور بيها ومصمم السؤال ده في الحقيقة هو محتاج استشارة مش محتاج حكم شرعي أكتر يعني هو محتاج استشارة أكتر ما محتاج حكم شرعي لأن في الحقيقة واضح قوي أن الزوجة أن الأم عندها حاجة كده احنا لازم ننبه عليها احنا أول حاجة أنا مش شايف أن الناس تتزوج زواج تاني وهو مش قادر يعيش مع زوجته زواج حقيقي كامل لأن اللي مش قادر يتزوج زواج مش قادر يعيش زواج كامل حقيقي مع زوجته هو يقع في الزواج التاني في الظلم فعشان كده إيه اللي محتاجين إيه محتاجين عشان العدل أنه يمشي في طريقه ومسار إصلاح ذات البين بينه وبين زوجته يعني أنا مش شايف أن الواحد لما العلاقة بينه وبين مراته تسوق يروح الجوز تاني أنا ما أفهمش ده لكن أنا فاهم أن العلاقة لو بينه وبين زوجته تسوق إيه يروح لحكماء ويروح لمتخصصين ويصلح لأن الله سبحانه فبعثه حكما من أهليه وحكما من أهليه ده بالأمر يعني الله أمرنا بالإصلاح يعني مش كل واحد يتدايق من مراته يروح يجوز عليها أو يطلقها ده مش موجود في الشرع كده أي واحد يتدايق من مراته يروح يصلح بينه وبينها بالأمر كده ده أمر شرعي أمر شرعي أي حد ما يكونش مبسوط لأن إحنا نفاهمين برضو بعض الناس بيفتوا الناس بأمر بأمور عجيبة الشكل عجيبة المنزل إن الواحد أول ما يتدايق من مراته يروح تلقها أو يتجوز عليها كلام صحيح ده مش شرعي ربنا لأن الله صبح تعالى قال وعشروننا بالمعروف وقال وهو بيكلمنا ولا تنسوا الفضل بينكم هو بيكلمنا كمان ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحم يبقى كل الأطر لابد أن تراجع تراجع على أنت كنت عايش في مودة ورحمة مع زوجتك ولا أنت أعد تتوصل الحياة الزوجية بينك ومن زوجتك لهذا السيناريو واحد يجي يقول لي يعني أنا لو رحت تتجوزت زوجة تانية أكونه آثما السؤال ده لازم يتحط في سياقه آه هتكون آثما إذا رحت أنت تتجوزت 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 تاني بدون ما تتخذ أسباب الإصلاح بينك وبين زوجتك يقول لي عايش أنا مش أنا مباح ليا إن أنا أتزوج زوجة تانية أقول له آه بس ما تظلمش الزوجة الأولى فأنت لازم تمشي في إصلاح الزواج بينك وبين زوجتك الأولى وده شيء مهم آه صحيح أنا ملاحظ إن الأم بتركز على إنها مطلقة وإحنا ما عندناش واصمة للمطلقة لكن عندنا حاجة أهم من كده عندنا ماذا عدم أزية الزوجة ما تقزيش زوجتك واحد بقى يقول لي أنا مش قادر مش قادر على إيه بقى تعال أقول لي مش قادر على إيه مش قادر على الإصلاح تعال نساعدك للإصلاح أنا مش قادر أستمر معاه آه بس تعرف إن أنت أزيتها ويبقى لازم تجبر بخطرها مش تيجي تروح رايح كده وتتجاوز زوجة تانية وتسيب تدي مكسور بخطرها لا لشيء إلا لأنك أنت فاهم إن الزواج الثاني ده بدون ضابط ولا رابط وتعمل اللي أنت عايزه لا الزواج الثاني ده فيه شروط على المعنى كده إن إحنا بنمنع من الزواج التاني أبدا بس كل حاجة لها شروط وليها ضوابط لأن أنا أبشرك أنت لو ظلمت دي هتظلم دي كمان هتظلم الزوجة التانية وخاصة أنت عندها مخاطر كتيرة في الزواج الثاني ده أنت عندك أولاد هتعمل إيه في أولادك وهي كمان عندها أولاد هتنسق بينهم إزاي هتنسق بينهم إزاي يبقى إذن أنت لازم تكون حاسس أن أنت قمت باللي عليك مع زوجتك وأولادك لأن الحقيقة يعني التجارب اللي إحنا شفناها من ترك الزوجة والأولاد والزواج الزوجة تانية تجارب بتخلينا مرات ومرات ننصح الناس أن لابد أنت تستنفذ تستنفذ كل فرص الإصلاح ليه؟ أقول لكم حاجة لأن شفت الناس الكتير اللي بتهرب للزواج الثاني بيبقى في الحقيقة في مشاكل في شخصية الشخص نفسه مش معنى كده أن كل اللي عيجي روحي تجاوز جاوز تانية عنده مشكلة نفسية ما بقولش كده لكن مشكلة في إدارة الحياة الزوجية لأن على فكرة إدارة الحياة الزوجية دي مهارات فبدل ما تروح تجرب وتأذي حد تاني ما تحسن مهاراتك الزوجية اللي إحنا طول طول الوقت في البرنامج ده بنتكلم عنها وروح تدرب لأن ممكن تكون لما تدرب تكتشف أن زوجتك دي فيها خير كتير لو عرفته ممكن ينور طريقك وينور حياتك السؤال اللي بعد كده بيقول أنا بعدت لحضرتك عندي مشكلة كبيرة حضرتك حتى كتابة كده كبيرة جوزي اشتكيته بعد عشرة لأنه ضربني ضرب موت يبدو أن يشتكيته في المحكمة بقى هنشوف في السؤال لأنه ضربني ضرب موت وكان هيموتني وأنا في الشارع دلوقتي وأنا في الشارع دلوقتي وبقول لهم مش هتنازل إلا لما يديني مكان أقعد فيه لأن عمري ضاع لأن عمري ضاع معاه وكمان موظفة وقربت أطلع معاه وكل شقاية معاه وكل حاجة باسمه بيقول ملكيش حاجة عندي غير النفقة والمتعة وأنا ولا أي ما ولا مؤخر ولا حاجة هموت من الظلم والأهرة لو سمحت أعمل إيه أول حاجة ببساطة خالص نفس الكلام اللي كنا بنكلم عنه من شوي إنه بنكلم عن إيه لابد من إن إحنا نسعى إلى الإصلاح حتى لو أنتم كبار في السن عندنا حالة كده الناس بتعيشها اسمه طلق الكبار ومخلاص هتتعيها هتتحالى على المعاش قريب هتتحالى على المعاش قريب يعني الناس دولا مش صغيرين في السن لا هي ولا زوجها فإيه اللي حاصل فهو ضربها في الشارع بيقول ضرب بموت ده ما لا يجوز شرعا ده حرام وده إثم وكسر الخاطر وكسر والإهانة ومهانة الإنسان لا تجوز حتى لو هو يجي يقول لي والله أصليا أنت متعرفش هي قالت إيه لا يا جوز لكن أنت تضربها الضرب ده هي مش محل للتأديب هي محل للعشرة التأديب ده يعمله الأستاذ مع التلميذ بطريقة شرعية كمان ما يستخدمش فيها المهانة والضرب والأزى وخاصة الأزى النفس اللي بيستمرت وللوقت ده ولذلك هي تحس دايما أن هي مهانة مش قادرة تمشي في المكان اللي اتضربت فيه مش قادرة تمر بيه مش قادرة تعيش فيه وده ما يسويش الغلط اللي هي عملته أي أن كان الغلط اللي عملته ده ولذلك هي اضطرت أن هي تعمل إيه ترفع عضيه أنا مش مع ده إلا إذا كان هناك نوع من أنواع الأزية الشديدة هو بيقول إنه هو لازم إنه هو مش هيدي لها مكان تعيش فيه مرة تانية وبيقول إنه هي لو اتطلقت مش هيدي لها مكان تسكن فيه هي وأولادها إذا كان فيه أولاد هو كل الحكاية إنه هي بتسأل بقى إنه هو دلوقتي ما كتبلاش لا أيمى ولا مؤخر هي إذا كان مش حددوا ما حددوش إيه المؤخر بتاعها فلها مهر المثل لها مهر إيه المثل لا ما حددوش لا حددوا وحددوا بقيمة ضعيفة بدا محددوا بقيمة ضعيفة وقيمة قليلة ويشاف أن القيمة دي لا تسوي شيء فخلاص أنت اتفقتي على ده يبقى أنت اتفقتي على ده لكن لو ما كنتوش كتبتو حاجة خالص عن الأيمى ولا المهر ولا كذا كذا فالكي أنت مهر المثل ومسألة أنت لكي نفقت المتعة ونفقت العدة ده لما تتطلقوا أنا مش لغاية دلوقتي أنت ما قلتيش أن أنتو اتطلقتو أنتو قلت أن أنت رفع قضية عليه لأنه ضربك فمازلتو أزواك أنا معرفش كونه القضية إيه هل كون القضية ده طلق للضرر يبقى خلاص القاضي يحدد بقى يبقى نطلب بقى من القاضي أنه يحدد أنا مستحقة إيه وده هيكون أفضل أن القاضي هو اللي يحدد مش حد تاني أو أنكم تتراضوا فإذن فالمسألة واضح أنت حس بالقاهرة بس قبل ما تحس بالقاهرة أنت لازم تراجع نفسك إيه الأخطاء اللي عملتيها عشان يوصل الحالة بينك وبين زوجك ده لهذا الأمر هذا ليس تبرير أنا تكلمت على أن الوضع اللي موجود ده مالوش علاقة بالنبل والأخلاق إن مالوش دعوة بمكارم الأخلاق ده الزوج اللي يضرب زوجته في الشارع ده مش بس هو عاصي ومرتكب لكبيرة هو شخص كمان ما عندوش أخلاق لأنه امراته عرضه ولحمه يهنها في وسط الطريق كده واضربها ضربه موت ليه يعني؟ ليه؟ هي عملت قلدة كله ما ما حصل الناس ديها بيوت تسترها وتتكلموا فيها حتى لو هي مش عايزة تروح البيت يسيبها ويروح هو في البيت لغاية ما ترجع ويتكلموا مع بعض ويتجيب أهلها ونعود عشان نحل المشكلة أو نروح للمتخصص عشان نحلنا المشكلة فاللي أنت بتقولولي بقى أنت بتسأليني هل أتنازع عن القضية؟ بعد ما هو ضربني هذا الضرب أنا شايف إن المسألة بينكم محتاجة إن احنا نعرف تفاصيلها عند المتخص فاتفضلوا حضراتكم شرفونا في مركز الإرشاد الزوجة عشان نعرف نقيم الأمر ده لأن الكلام اللي حضرينيك قلتيه بطريقة مختزلة ما ينفعش إن احنا نحط قرار عليه ممكن الناس بتنزل عن القضايا وممكن بينصالح حال ما بين الناس بعد ما يوصل الحال ده آه أكيد واشتغلنا على ده وغيرنا حالات كتيرة من علاقات كانت وصلت لهذا المستوى وأسوأ بس لما يكون الناس عايزين يتغيروا يا سادة احنا من الأرض اتكلمنا مع بعض عن قضية في غاية الأهمية اتكلمنا عن جليس من أهم الجلساء اتكلمنا عن مجلسة أهل الصف ويا سادة حاول أن نصفه اللي في قلوبنا وحاولوا تتكلموا مع بعض بس كلام عقلاء كلام متزينين كلام أهل محبة وأهل صفة وكمان خليكم دايما بتتكلموا مع بعض على أنكم في البيوت على أنكم أحب في العمل على أنكم مش أعداء في الطريق على أنكم مش متصرعين كده ممكن تعيش أن انت من أهل الصفة هتزودوا الصراع والمنافسة محدش هيصيبوا التوحش ومحدش هيتقلم غيرنا إحنا محتاجين شوية نصف قلوبنا ومن نسمعش أخبار كتيرة عن المساوئ بتاعت الناس وعن الأتل وعن الأزة عشان نلقى الناس بقلب سليم يا رب نسألك مددك أن تصفي قلوبنا حتى نرتاح ونريح حتى نعيش في أمانك وحتى نعيش في ضمانك وحتى نزوق حلاوة راحة البال وانشراح الصدر اللهم مددك بما يرضينا وبما يصفينا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين